الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام موضوع هذه الحلقة الفائزون في رمضان أيام معدودة ثم تعلن النتائج وتوزع الجوائز فيفرح الفائزون برمضان سبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا بعد أيام يفوز المحسنون ويخسر المبطلون غداً توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا من هذا الفائز منا فنهنيه ومن هذا الخائب فنعزيه أيها الفائز برمضان هنيئاً لك أيها الخاسر جبر الله مصيبتك بعد أيام تعلن أسماء الفائزين برمضان في مصليات الأعياد يوم يرجعون إلى بيوتهم كيوم ولدتهم أمهاتهم اللهم اجعلنا من الفائزين برمضان لعلكم أيها الأخيار تتساءلون عن هؤلاء الفائزين برمضان من هم؟ ما صفاتهم؟ ما أعمالهم؟ تعالوا تعالوا لنحلق اليوم وإياكم إلى عالم الفائزين برمضان عالم الحب والإخاء عالم المجتهدين المتهجدين المستغفرين عالم الرقة والخشوع والذل والخضوع عالم الحرص التمرغ بأنواع العبادة كأني بك تقول هذه صفات عرفناها في سلفنا الصالح فنعم العالم عالمهم ونعم الصفات صفاتهم فأقول إي والله أنا معك لكن عالمنا اليوم هم فئة من أهل زماننا أحباء لنا إنهم من آبائنا وأخواننا هم من أمهاتنا وأخواتنا هم ممن يعيشون بين ظهرانينا إنهم التالون لكتاب الله الراكعون الساجدون المتأثرون هذه الأيام الباكون المتصدقون في رمضان هذا العام المنفقون المتحدثون الناصحون العاملون المخلصون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من قال أيها الأحبة إن أعمال البر والخير وقف على السلف الصالح فقط من قال إن الرق والبكاء حكر على بشر الحافي ومالك بن دينار ورابع العدوية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين من قال أن المتصدقين فقط هم أبو بكر وعمر وعائشة وفاطمة رضي الله عنهم انظروا لبيوت الله هذه الأيام صلاة وقيام ركوع وسجود إطعام للطعام بذل إحسان تذكير بأطيب الكلام تدبر وترتيل أزيز وخنين أيها الأخيار إن الذي دعاني لمثل هذا الحديث مواقف وصور رأيتها بأم عيني هذه الأيام ووالله ما لم أرى أكثر وما لا نعلمه لا يحصر أسوقها إليكم لأسباب لأعطر الأسماء ولنعلم أن لصالح زمان ناسيرا ومواقف وتنبيه للأمة لعلو الهمة وقوة الإرادة وصدق العزيمة وأيضا ذكر الفضل لأهل الفضل والإحسان حرام أن يبخس حق هؤلاء أن ينقص قدرهم تنبيه وتذكير لمعلمي الخير لصناع الحياة للجهة الدين للآملين أن لا يبخس حق المحسنين فمن العدل أن نقول للمحسن أحسنت كما نقول للمسيء أسات ثم أيضا من واجبنا أن نتلمس الخير في صفوف الناس يا أخي الناس فيهم خير كبير والله العظيم الناس فيهم خير كبير علينا أن ننشر وأن نشهر هذا الخير هو نسمة الصباح الذي ننتظره هو بريق الأمل الذي نرجوه بمثل هذا تكسب النفوس التعامل مع النفوس فن يجب أن نتعلمه لماذا ننسى خير الخيرين لماذا ننسى صلاة العابدين لماذا ننسى صدقة المنفقين وبكاء المخبتين لماذا نغفل عن جهد العاملين وترحية المصلحين وصدق المخلصين ودمعة التائبين هذه الأيام لماذا لا نذكر صلاح المؤمنات وقيام القانتات وعطاء المتصدقات وعفاف الحافظات هذه الأيام لماذا ننسى الحديث عن هؤلاء وما أعد الله لهم من الأجر والثواب وقد أعلن الرحيم الرحمن ذلك في القرآن فقال الحق عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما نسأل الله أن نكون وإياكم أجمعين من هؤلاء هذه الصور أيها الأحبة أيها الأخيار هذه المواقف وقفت عليها بأمي عيني فتعالوا لنسمع في صلاة التراويح والقيام كنت في طريقي أحد الأيام إلى أحد المساجد في صلاة التراويح قبل الآذان بدقائق مررت بمسجد آخر رأيت ذلك الرجل الكبير يتكي على عكازتين يدب على الأرض بمهل شديد يسحب قدميه فتخط في الأرض خطة كان واضحا أن المرض قد أنهكه وأن التعب بلغ منه مبلغه ومع ذلك خرج لماذا خرج؟ كل ذلك من أجل صلاة الجماعة من أجل صلاة التراويح يا الله يا سبحان الله لا أنسى تلك العجوز محدودبة الظهر متقاربة الخطة متسارعة الأنفاس تزحف إلى المسجد والله رأيتها بعيني تزحف للمسجد زحفا العجوز العشيب أن الأهل أخبروني أنها صلت واقفة رفضت الجلوس اللهم عينها اللهم يسر عليها اللهم تقبل منها اللهم إن لم يكن هؤلاء من الفائزين برمضان فمن؟ من؟ نحن الكسالة؟ نحن الشباب أصحاب السواعد الفتية؟ أين أنت يا ابن العشرين؟ يا ابنت العشرين؟ أين أنت يا ابن الثلاثين والأربعين؟ أين نحن جميعا من هؤلاء؟ هذه صورة وما أكثر صورة أولئك الآباء والأمهات الذين نعجب من حرصهم على الرغم من الأياد المرتعشة والأقدام المهتزة والعظام الواهنة والله إن الإنسان لا يحتقر نفسه وعمله وهو يرى هؤلاء الكبار من رجال ونساء كيف يتحاملون على أنفسهم في رمضان على عجز وثقل ومرض ولأواء وقد عذرهم الله ومع ذلك قلوبهم متعلقة بالمساجد فهم إن شاء الله إن شاء الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق في المساجد ربما أصاب الإنسان من التعب والإرهاق في صلاة التراويح أو في صلاة القيام فإذا شاهد حال هؤلاء الآباء شاهد نشاطهم وقوتهم ما شاء الله على ما هم فيه كأنما والله نشط من عقال أفلا تسجل مواقفهم وتسطروا لتعيها الأجيال اللهم أتقبل منهم واجعلهم من الفائزين برمضان هذه صورة صورة أخرى رجل رأيتها ووقفت عليها رجل واسع الله عليه بماله وحسن سمته ودماثت خلقه فهو ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر بحثت عنه عصرا من رمضان توجهت إلى محلات لم أجده سألت عنه فلم أجد جوابا غير أن أحد العاملين قال ربما تجده في الجامع ذهبت ودخلت الجامع فوجدت العجب وجدت الموائد ممدودة بالطور والعرض حتى أنك لا تكاد تجد مكانا لموضع قدميك وفيها ما لذ وطاب من أنواع المأكولات والمشروبات بحثت عن صاحبي فوجدت يصول ويجول بين هذه الموائد لحظات قبل الغروب فإذا بمئات الإخوة الوافدين يتوافدون على الجامع من كل صوب ألف أو يزيدون قلت سبحان الله في الوقت الذي شغل أهل الأموال ببيعهم وشرائهم فعص رمضان موسم تجاري لا يعوض أما هذا الرجل فهو في تجارة أخرى تجارة مع الله لم يكفي أن يدفع المال لتفطير الصائمين لا بل وقف بنفسه وعمل بيده ولم يعتذر يوم دعي للإنفاق في مشروع ثاني بل وفي مشروع ثالث وربما في رابع وخامس وعاشر مما لا نعلمه ولكن الله يعلمه عندها ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه حدثت صاحبي والأنس والبشر على محياه خرجت من الجامع بصعوبة بارغة لكثرة المتوافدين من الصائمين والمساكين خرجت وأنا أردد والله عند غروب عند لحظات الغروب اللهم تقبل منه اللهم وسع عليه في ماله وولده اللهم بارك له وزده وأعطه ولا تحرمه إن لم يكن هذا من الفائزين برمضان فمن؟ من أيها الأحبة؟ صورة ثالثة أو رابعة تصلي الترويح والقيام تسمع آيات القرآن تسمع الخنين البكاء ينبعث في جنبات المسجد يسجد المصلون فإذا بأزيز كأزيز المرجل ينبعث من الصدور غلبهم خوف الله وخشته وجدت القلوب ذرفت العيون هكذا حال كثير من الناس في المساجد في مثل هذه الأيام ذكرت والله عندها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلجو النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع فهنيئا والله لهؤلاء في صلاة القيام في الثلث الأخير من الليل تراهم يركعون يسجدون يدعون يتضرعون يبكون يتأثرون منكسرة قلوبهم دامعة عيونهم شاحبة وجوههم هجر الفراش ولذة النوم من أجل أي شيء ماذا يريدون؟ طلبا لرضى الله طلبا لرحمة الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم وخوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إن لم يكن هؤلاء من الفائزين برمضان من؟ من إذن؟ الذين ينامون أو يذهبون ويجيئون أم أولئك الذين يلعبون ويلهون في الأسواق وفي الإسراحات وغيرها؟ صورة أخرى من صور الفائزين في رمضان إحدى الأمهات حريصة على صغارها فهي معهم ترقبهم طوال شهر رمضان تلحظهم تعلم هذا توجه ذاك ومع هذا فقلبها يهفو لصلاة التراويح مع المسلمين لكن هيهات هيهات تصلي في بيتها تريد أن تخشع أن يرق قلبها أن تشعر بلذة المناجاة لربها لكن الأصوات والضحكات والتعلق بثوبها من أطفالها والصغار حرمها كل ذلك صورة واقعية في بيوتنا والله ما ملك تسيوى الدمعات والعبرات عندما ترى مثل هذه وهي أيضا كم من الدمعات والعبرات تسيل على خديها حرصا على مثل هذه الليالي جاءت العشر الأخيرة فإذا بها تهدهد صبيانها تخادع صغارها حتى ناموا ثم قامت فانسلت بهدوء وحذر جهزت سحورها رتمت أمورها ثم توضأت وتلحفت بجلبابها ثم سارت في ظلمة الليل إلى مسجد حيها ركعت سجدت قامت فبكت وخشعت ربما تذكرت صغارها فخافت عليهم ووجلت لا تدري أقلبها لصلاتها أو على صغارها الله يعلم حالها يعلم ما بنفسها رجعت وصلت في بيتها بجوار صغارها وهي تسمع صوت الإمام يردد أولئك الذين أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إن خرطت في البكاء ألو كانت من السابقين فأقول لها أبشري أيتها الصالحة والله أنت على خير لكن احرصي وأخلصي واحتسب الأجر ولن يخيب ظنك رب العالمين وهو أعلم بحالك ثم إني أهمس لك بهذا الحديث المتفق عليه من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار أسأل الله اللطيف المنان أن يجعلك وأمثالك من الفائزات برمضان إن لم تكون أنت فمن؟ من؟ تلك الولاجة الخراجة الجوالة في الأسواق الساهرة على الأجهزة وعلى الروايات وعلى غيرها التي ربما لم ترعى حق ولد ولا تلد أم تلك السافرة الساهرة أمام الأفلام والمسلسلات أمثالك من الفائزات في رمضان اللهم لا تحرمنا أجر الصيام والقيام واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الفائزين المقبولين يا رحمن من هم الفائزون في رمضان؟ من أهل هذا الزمان؟ ما صفاتهم؟ كيف حالهم؟ صور حية واقعية إيجابية ومشرقة عشتها ورأيتها بأم عيني فهل لا لحقت بركب الفائزين؟ موسيقى 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 موسيقى